يا رب لكن المصريين بدأوا يلاحظوا اختفاء القطط والكلاب من الشوارع عشان يتفاجئ الجميع بعد كده ان الناس بياخدوهم ويكلوهم أحدثكم اليوم عن قصة الشدة المستنصرية النفس تشكو ومن يزري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها في الموسم الآتي ستشتبك الرؤى في الموسم الآتي مزاد معلن حتى دم الموتى يباع ويشترى ناديت يا يعقوب تلك نبوءتي الغيمة الحبلة هنا لن تنترى الخوف والفزع وجهان لعملة واحدة لكن الفزع هو الخوف الشديد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الإنسان يستطيع أن يتعايش مع الخوف لكن بالتأكيد لا يستطيع أن يصمد أمام الفزع هذا ما حدث بالفعل ما سأقص عليك اليوم يا صديقي هو أقرب للخيائة نشعر وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة ربنا عز وجل بيقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وفي نفس الآية يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه الآيات لها علاقة بقصتنا اليوم تسمع عن تأثير اسم تأثير الفراشة يقال إن ممكن رفرفة جناح فراشة في الصين تسبب في حدوث فيضانات عارمة في أوروبا أو العكس بمعنى إن قرار صغير ممكن تاخده يتسبب في حدوث كوارث عن لغة وعواقب ما كانش حد أتوقع ده اللي حصل بالضبط في القرن الخامس الهجر توقيت ده مصر كانت تابعة للدولة الفاطمية وكان بيحكمها المستنصر بالله الفاطمي تخيل معايا كده إن الحاكم ياخد قرار صغير جدا لكنه يتسبب في حدوث كرسة كبيرة يعني مثلا ما دخلش حرب وضيع فلوس الدولة في الحرب دي لا هو اتخذ قرار صغير بس دمر البلد حرفيا تحلو مرارك وعيشك في رضا بص صديقي عشان تفهم القصة جات إزاي خلينا ناخد خلفية تاريخية عن مصر في هذا التوقيت كان بيحكم مصر في هذا التوقيت الظاهر لإعزاز دين الله وكان ولي العهد المستنصر بالله وكان عمره 8 سنين لما توفى الظاهر أصبح هو حاكم البلاد سنه لم يتجاوز 8 سنين إنت متخيل لكن في الحقيقة ما كانش هو الحاكم الفعلي للبلاد كانت السيدة رصد هي اللي بتحكم البلاد في هذا التوقيت وهي أم الخليفة أم المستنصر بالله طبعا طاعت الأم واجبة وكأي أم خافت على ابنها إن حد يطمع في الحكم ويتخلص منه فكانت بتغير الوزراء حرفيا مش كل أسبوع لأ دا كل يومين يا حاجة دا لو شربتها توقع دفتر من كده هي وصلت درجة خوفها على ابنها إن هي كانت بتغير الوزراء باستمرار والوزير هو تاني منصب بعد الخليفة لحد ما اتخذت قرار غريب وعجيب جدا هو التخلص من الحسن البازوري وهو قائد الجيوش اللي يلعب في الجيش مش هيعرف ياكو العيش ومبقاش فيه عيش فعلا قد الكورسي شكلنا مطولين الحسن البازوري كان هو قائد الجيش هو المسيطر هو المتحكم هو كل حاجة هو الكل في الكل كان قادر يسيطر على الجيش لأن الجيش في التوقيت دا كان بيدم عدد كبير جدا من الفئات على سبيل المثال كان فيه البربريين كان فيه الأتراك كان فيه السودانيين كان الأتراك والبربريين بيعنصروا شوية على السودانيين في عنصرية بجانب الخلافات الموجودة بين الأتراك والبربريين فاللي حصل إن أول ما الحسن البازوري ترك الجيش السودانيين مفصلوا عن الجيش المصري هجروا إلى الصعيد وهناك أصبحوا قطاع طرق قطعوا كل وسائل التجارة اللي بتربط المحافظات بين بعضها بجانب الخلافات اللي بدأت تظهر بين الأتراك والبربريين والمعارك الحربية اللي ظهرت بينهم. اصبحت البلد على صفيح ساخن. واصبح الامر غير مستقر على الاطلاق. الجيش اصبح مفكك والدنيا بايزة. جي المستنصر بالله وقال لهم ورصد بقول لك يا اما انا كبرت معدي اذنك اديني الدراع انا اللي هدير. ايوة كده يا عام انت كنت فيه من بدر يا راجل صباح الفل. الراجل اول ما مسك الحكم اصدر قرار ودنا في دهيا. عشان تعرف القرار اللي ودنا في دهيا لازم اقول لك على حاجة كده صغيرة حصلت. او كانت بتحصل في هذا التوقيت. كان فيه حاجة اسمها المخازن السلطانية. المخازن السلطانية دي هو ما تختزن الدولة من الغلال والقمح. وكان دايما لازم لابد ان المخازن دي تكون ممتلئة على اخرها بالغلال والمؤن. يعني عامنا كده زي مخزون استراتيجي للبلاد. في حالة ان البلد تعرضت لاي موقف تقدر المخازن السلطانية دي ان هي تنقذ الموقف. على سبيل المثال في بعض الاوقات كانت تجار الجشعين بيعلوا اسعار الخبز واسعار القمح. فيبدأ السلطان يطلع من المخازن دي فيرجع السعر ينخف. للاسف اشار عليه احد الوزراء ان يعمل حاجة يعني الدنيا ماشية حلو زي الفول مش لازم نجيب مؤن وغلال الفترة دي ونحطها في المخازن السلطانية. يعني هي كان بتيجي من برا لان المصريين انتاجهم كان اقل من من الكرن الخامس الهجاني. انتاجهم اقل من استهلكم. اه طبعا كان لازم نستورد من برا امح يعني. فقال له يعني مش لازم احنا محتاجين الجيش اللي هيطلع يأمن هذه القافلة. تلاتة واربع تلاف جندي احنا اولى بهم هنا في القاهرة. لان الدنيا مش مستقرة وعلى مقربة من الاشتعار. اقتنع المستنصر بالله. وقال له خلاص بلها امح وغلال. وكده كده الدنيا ماشية والدنيا زي الفل. قرار واحد خطأ ممكن يتسبب في كرسة. اللي حصل بعد كده لا يحمد عقباء. انخفض منسوب نهر النيل. بعض الاشخاص بيظنوا ان السبب في شدة مستنصرية هو بس انخفاض منسوب النيل. لكن الحقيقة غير كده خالص. او هم عايزين يوصلوا لك كده. الامر له ابعاد كتيرة جدا. دنيا طول ما هي مستقرة. قرارات الخطأ اللي بيتخذها الحكماء ما بتبنش اوي. لكن مع اول مشكلة ومع اول ازمة تبدأ كل قرارات الخطأ دي. الصغيرة اللي ما تزهرش ما تبنش كون تأسيرها عملاق. تأسير الفراشة. الازمة دي تتلخص في حاجتين. قرار خاطئ من الحاكم تصرفات من الناس يطلق عليها اسم ثقافة القطيع. بمعنى ان الحاكم خط قرار بوقف استراد الامح والغلال وضعف المخازن السلطانية. ما نتج عليه ان لما حصلت الازمة بعد كده وانخفض منسوب النهر حصل جفاف للنهر. بدأ التجار يخزنوا الامح والغلال ويحتكروها عشان سعرها يرتفع. ويبقوها بعد كده باضعاف اضعاف سعرها. يعني الازمة مش بس انخفض منسوب النهر. الازمة سياسية وشعبية. طمع اللي زاد حوالين الامراء والمعارك اللي دارت بينهم بسبب كرسي منصب الوزير خلاهم يقتلوا في بعض حرفيا وكانت مصر في الوقت ده فيها حرب شوارع. لان منصب الوزير زي ما قلت لك هو تاني منصب بعد الخليفة. كان بيتغير بشكل دوري اسبوعي بدرجة مريبة جدا. كمان الازمة اللي حصلت في الجيش تسببت في خلخلة البلد وخلخلة الجيش ادى الى كرسى عدم استقرار. عارك بشكل دوري وشكل يومي بين فقات الجيش المختلفة. لكن كالعادة الخسرات الوحيد في هذه الازمة هم الشعب. الشعب المصري. في ظل المكائد والقتل والظلم والسعي خلف السلطة كان الشعب المصري بيموت من الجوع. الشدة المستنصرية استمرت سبع سنين. اول السنتين كانوا تحت تأسير انخفاض منصوب النهر. بعد كده بدأت تزداد الشدة المستنصرية تدريجيا. لان اكيد لو انخفض منصوب النهر مش هتحصل ازمة بين يوم وليلة. موضوع اصبح تدريجي. لدرجة ان نوصل رغيف الخبز بعشرات الدنانير. شربت الماء اصبحت بينار. انت متخيل? لكن المرعب اكتر ان المصريين بدأوا يلاحظوا حاجات خريبة جدا. اماكن التجار اصبحت فضية وما فيهاش تجارة. مش بيع مفيش شراء. لان مفيش اصلا اي حاجة بباعة. لكن المصريين بدأوا يلاحظوا اختفاء القطط والكلاب من الشوارع. عشان يتفاجئ الجميع بعد كده ان الناس بياخدوهم ويأكلوهم. هنا يبدأ الفزعة. هنا يبدأ الهلعة. لسه الفزع ما جاش. بعد فترة بدأ المصريين يلاحظوا ان فيه حوادث اختفاء كتيرة جدا للاطفال وللنساء بالتحديد. لدرجة ان هم اكتشفوا ان فيه مكان او شارع اسمه زقاء القتل. زقاء القتل ده هو شارع يوتو منخفضة السطح. وكان الناس بيعادوا من الشارع. لكان بيحصل انهم كانوا بيصطادوا الاطفال والنساء بالصنانير. سيستمك من قلب الشارع وهم معديين وياخدوهم ويتباحوهم ويبيعوهم للناس على انها لحوم حيوانات. واصبح الناس بيكلوا لحوم بعضهم. فبالصبر الجميل تنالوا اجرا اجرني من القيد الذي شد معصامي. قال ان في هذه الفترة مجموعة من الاشخاص وعددهم تلاتة اعتدوا على الوزير عشان ياخدوا البغلة بتاعتهم. وبالفعل اخدوا البغلة ويدبحوها وكلوها. بعد كده اصدر الوزير امر ان هم يجبوهم ويعدموهم. بيعلقوهم عشان يكونوا عبرة لمن يعتبر. الغريب في الامر. ان تاني يوم بعد الاعدام صحي المصريين لقوا جسس التلاتة دول عبارة عن عظم فقط. واتاخد منها اللحم. الان يكلوه. هذه القصة اقرب للخيال. لكن للأسف هي قصة حقيقية. لدرجة ان الخليفة نفسه المستنصر بالله. كان من مال الصدق. وكان بيعيش حرفيا على الخبز. سعى سنين عجاف. وعليهم السبع سنين العجاف. زي اللي مر بهم سيدنا يوسف عليه السلام في مصر. الوضع اصبح من سيء لأسوأ. فيش حد عارف يحل هذه الازمة. لحد ما طلب المستنصر بالله من شخص اسمه بدر الجمالي. قال له انا هعينك وزير وقائد للجيش وانقذ مصر والدولة الفاطمية من اللي بيحصل فيها. وبالفعل مسك بدر الجمالي مصر واعاد الهيكلة واعاد النظام مرة اخرى. قدر يكون جيش قوي ويوقف النزاعات العسكرية والحربية بين الفئات المختلفة. وقدر يسيطر على البلاد. ترجع تاني حركة التجارة. وبدأت ترجع تاني القوافل. وبدأت المؤن تزيد مرة اخرى. وبدأ الناس حالتهم تتحسن نسبيا عن الاول. لذلك تم اطلاق اسم بدر الجمالي على احد المناطق في القاهرة وهي منطقة الجمالية. قديرا لموقف هذا الرجل. الغريف في الامر لما تيجي كده تبحث في التاريخة تعرف ان المنتصر بالله حكم مصر ستين سنة. تولى حكم مصر تبع سنين وضيف عليهم تلاتة وخمسين سنة. فدل هو حاكم لمصر. بعد كم هذا الظلم وهذا الفساد وهذا القتل يقال ان تلت المصريين ماتوا في هذه الازمة. تلت المصريين ماتوا من الجوع والفق. امر غريب وعجيب بعد هذا الظلم ان الرجل ده يكمل كده في الحكم عادي. الناس الذين يسمحون لحاكمهم ان يأكلهم كي لا يأكل بعضهم بعضا. عادة ما ينتهي بهم الامر وقد ابتلوا بالشرين معا. يأكلهم الحاكم ثم يأكلوا بعضهم بعضا. اتمنى ان الفيديو ده يكون نال اعجابكم. اتمنى انكم تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة.